موسيقى رحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج يرجى الانتباه في بعض الأفكار تصير عند الناس اتجاه المريض النفسي في كثير من هذه الأفكار صحيحة ولكن بالمقابل في أفكار أخرى تعتبر خاطئة مثال على هذه الأفكار أن المريض النفسي فقط المصاب بالاكتئاب هو الذي ينتحر وهذه طبعا قناعة خاطئة أو فكرة خاطئة اتجاه المرضى النفسيين ليس فقط مريض الاكتئاب المعرض للانتحار كذلك مريض الفصام معرض للانتحار كذلك مريض الإدمان معرض للانتحار مريض الطراب الشخصية معرض إلى الانتحار في عندي يعني كثير هذه طبعا في عندي واحدة أططق نفسها بآلة حادة بإيدها من أجل لفت الانتباه وليس من أجل الانتحار هي متعمدة عشان تلفت انتباه أهلها تبيهم يهتمون فيها تبيهم يسمعون كلامها تبيهم يسوون إذا كانت واحدة من زوجها مثلا تبي زوجها يسوي اللي هي تبي يسمع كلامها فتخضعه عن طريق إيذاء نفسها إحنا شنو خوفنا إحنا خوفنا أن هذا الإيذاء يكون عميق أهي تكون ذكية أو أهو يكون ذكي فإن الشيق سطحي ولكن ممكن هو يخطئ بالنهاية هو مو جراح ممكن يخطئ ويطق الوريد حقيقة هذه الحالات كثير جدا تتكرر مع الناس اللي عندهم الطراب الشخصية وخاصة الطراب الشخصية الحدية هذا أحد الأشياء اللي يسوونها علشان يبون الشخص يسمع كلامهم أو علشان يلفتون الانتباه ولكن فيه سبب آخر عند مريض الطراب الشخصية الحدية يخليه يميل إلى إيذاء نفسه بهالعشياء الآلات الحادة أنه يشعر من داخله بفراغ داخلي مريض الطراب الشخصية الحدية يحس بعض الأحيان أنه من داخله هو فاضي ما عنده إحساس يشعر في أنه هو إنسان ما يحس فعلشان يبي يتأكد إذا هو يحس ولا ما يحس يروح يجرح نفسه هذا سبب آخر حق نفس الاطراب اللي هو الطراب الشخصية الحدية كذلك في سبب ثالث حق نفس الاطراب اللي هو الطراب الشخصية الحدية لما يكون غضبان معصب ومضايق من شغلة صارت له انفعالياً مو عارف يتعامل مع مشاعره يروح يأذي نفسه علشان يشتت الألم النفسي اللي هو معرض له عن طريق ألم جسدي بالنسبة له الألم الجسدي أهون من الألم النفسي هذه الحالات نحن نخاف عليها لا تغلط وتنتحر حقيقة مو بس إضاء النفس بهالطريقة كذلك يوقف لك عند دريشة يبي يقط نفسه من فوق ممكن يبطل باب السيارة يموه فإن تبي تقط نفسها ولا يبي يقط نفسه وهو ما راح يقط نفسه بس إحنا الخاف لا يفلت ويزلق وبالفعل يطيح تصير صدجية هذا بالنسبة حق الطرابات الشخصية أما مريض الاكتئاب من أفضل التعبيرات اللي سمعتها من أجمل التعبيرات عند مرضى الاكتئاب اللي عندهم ميول انتحارية يقول أنا ما أبي أنتحر ولكن أنا مو قادر أعيش بهذه الحياة يعني أنا ما ودي أموت بس أنا مو قادر أعيش بهذه الحياة ليش؟ مريض الاكتئاب دائما نظرته سوداوية يشوف أن الحياة سلبية كل شيء في المستقبل عبارة عن مصيبة المستقبل هذا شيء مخيف شيء مؤلم يتوقع الأسوأ فدائما تلاقيه كئيب حزين بيبشي مرات من غير سبب دائما منعزل عن الآخرين يبطل يهتم في نفسه فيحس أنه خلاص الحياة هذه ما منها فايدة فيروح يصير عنده بس ها مريض الاكتئاب ممثل مريض الطراب الشخصية الحدية الاكتئاب إذا يبي انتحر حقيقة يسكر الباب على نفسه ما يبين حق الناس لأنه بالفعل يكون يبي يموت هذا أحد أنواع الأمراض النفسية اللي لو تم فهمه بطريقة خاطئة وتم التعامل معه بطريقة خاطئة قد يؤدي لنهاية حياة هذا الإنسان أعطيكم مثال على حالة للأسف يعني واحد في أود شبابه بالعشرينات عنده اكتئاب من زمان هذه القصة وللأسف أن أمه ودته عشاصة تعالجة وبالفعل أعطوه العلاج المناسب حق حالته وراح البيت فمن باب أنها هي زوجة سنعة أم سنعة وتبي تبلغ زوجها اللي هو ضد هذا المبدأ أنه ولدي ما فيه شيء نفسيا قالت دخنا بلغ زوجي وبلغت الزوج ترى أنا وديت الولد علشان عالجة من الاكتئاب شا الخرابط ويقول لها شا الخرابط مريض اكتئاب الولد لا 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 خلي الأدوية عنك تولي أنا أعرف شون عالج والدي متأكد شنو فيه وعالجة أدوية أعطوه هل سوى تعليل دم لا ما سوى تعليل دم غير ما يفهمون يخربطون يلا يلا لا تعطينا الدوة أوكي قام وده ولده حج يعني معالجين شعبيين وشذي قام واحد يتكلم معا يتكلم معا قال لا أنت في داخلك مارد مارد؟ ولدك في داخله مارد ولازم يسوي كذا ويسوي كذا يعني هذا ولد هو يائس من الحياة يعني حاس أنه ما كو فايدة في الحياة فوق هذا تقول لأ أنت داخلك مارد وهو طبعا يصدك ما يدري أنت الخبير داخلك مارد بالفعل طلع الولد هذا مع أبو ورجع البيت وانتحر لأنه هو الشعر أنه خلاص ما كو فايدة وصارت بعدين مشكلة بين الأم والأب والأم الأم قالت كلها من أبو لأن أبو وقف الدول الأبو قال لا كلها من الدكتور مدريشين كلها تقوم بقيتها بلاس الثاني مهم أنه يعني الولد راح من جيس أهله بسبب بس رأي تم فهمه بطريقة خاطئة مرض تم فهمه بطريقة خاطئة من تدخل الأسرة داخل البيت يرجى الانتباح لازم نتعامل مع مثل هالأنواع من الأمراض بطريقة حذرة يرجى الانتباح بعد الفاصل سنكمل على بعض أنواع الأمراض النفسية التي تؤدي إلى الانتحار دعوكم معنا في مرض آخر كذلك ممكن يؤدي إلى الانتحار هو مرض الفصام سكيزوفرينية متى السكيزوفرينية يؤدي إلى الانتحار لما يكون الشخص عنده يعني هلاوس أو هام أوكي أعطيكم مثال حقيقي كان عندي مريض قبل من زمان قام أ göre riot تشخيص مزدوج ادمان زاد فصام وقف الإدمان واستمر معاه الفصام يعني الإعالجة من الإعالجة وقام مگذةش قام يتكلمين معاي يقول لي أحمد أنا ريال يقول لي يي و النعم فيك أنت ريال يقول أنت فاهم شن يعني أنا ريال يقول لي чив им أنت ريال و النعم فيك في ملو هدومك وجسمها ليس لدينا جسم رجل يعني في شيء يعني رشيق رجل رشيق جسم رياضي يقول لي أنا لما أشوف نفسي في المنظرة أشوف جسم مرأة أحمد أشوف يعني جسمي كنه جسم مرأة أقول لي لا حبيبي هذه اسمها يعني أوهام و إلوجينز ما أعرف شون يعني إلوجينز بالعربي اللي هي خفت مثل إحاء هو مو حقيقي يعني كأنه هو شيء جداما يشوفه لكن ما يشوفه على حقيقة يشوفه بطريقة مختلفة فهو قاعد يشوف جسمه ولكن يشوف هذا الجسم جسم مرأة فييني كل شوي ييني كل يومين ثلاثة ياي يقول لي أنا ريال يا أحمد والله أنا يعني لشتي قاعد أشوف نفسي فمع الوقت ومع الهلاوس اللي عنده يعني ربنا يعلم شون الهلاوس اللي قاعد يقول له في أشياء أقدر أقول لكم إياها في أشياء حقيقة ما أقدر أقول لكم إياها كلمات ما تنقال أن تغلط على هذا الولد وتهينه فهو هروبا يعني والله موقف ماينسونا الشباب كان معاهم بالسيارة هو نفس هذا الشخص وقاعد يبشي وهم كانوا رايحين اجتماع دعم ذاتي اجتماع مال تعافي فقاعد يقول لهم أنتو مو حاسين باللي أنا قاعد أحسه أنتو مو حاسين باللي أنا قاعد أحسه ولا قاعد تشوفون اللي أنا قاعد أشوفه فقال الله ما يخالف هد بالك وهو ما يقول حق أحد مو قاعد يقول حق أحد بس يقول لي أنا ما يخالف هد بالك لأنه ما يبي يقول حق أحد ويظن أن الناس رح يشوفونه بهالنظرة فهو خوفا من معاير الناس له وتنمرهم عليه ما يقول لهم يسكت فخلص الاجتماع بنفس اليوم بالليل ثاني يوم الصبح يعني وصلنا خبر وفاته بجرعة زائدة الحين أخذ الجرعة الزائدة كجرعة مخدرات ومات ولا أخذ الجرعة الزائدة بقصد الانتحار لا أعلم ولكن الاحتمال الأكبر أنه لأنا كان نظيف يعني موقف مخدرات مدة طويلة وفي الغالب الموقف مخدرات مدة طويلة لو رجع على جرعة عالية راح يموت خاصة الهروين وهذا الشخص الله يرحمه كان مد من هروين فكان موقف مدة طويلة ثاني يوم وصلنا خبر وفاته بجرعة زائدة وهو مو غشين بالتعاطي يعني يعني عرف مثل الجرعة تكون زيادة ولا مو زيادة ففي الغالب أنا أعتقد أن بسبب أفكاره هذه عن نفسه وسبب الأوهام اللي كان يشوف نفسه في المنظرة فيها وبكاء الزائد اتجاه نفسه اتجاه جسمه وشكله أدى إلى أنه يروح وينهي حياته علشان يتخلص من هذه الهلاوس والأوهام فيه فيلم اسمه Beautiful Mind أنصح أنصحكم كلكم تشوفونا الفيلم هذا ترى قصة حقيقية مستوحى من قصة حقيقية شخص مصاب بالفصام يوضح لكم الفيلم شلون مريض الفصام يسمع أصوات أو يشوف أشياء غير موجودة وغير حقيقية على أرض الواقع وشلون العلاج الدوائي يعالج مثل هذه الهلاوس اللي عنده شوفوا الفيلم وشلون كذلك مريض الفصام ممكن يكون ناجح في حياته وفعال لأن هذا الشخص المصاب بالفصام بالفيلم نفسه الحقيقي يعني صجي ملي بالفيلم يعني سوى نظرية بالاقتصاد بالرياضيات ودرس في الجامعة وسوى نظرية كاملة عن الاقتصاد تستخدم في الشركات فشوفوا هذا الفيلم ورح تعرفون شنو أقصد أكثر بمعنى المرض الفصام والهلاوس اللي تعرض لها مريض الفصام يعطيكم العافية اشتركوا في القناة